مجلس أمانة العاصمة مجلس أمانة العاصمة بشأن تطبيق نظام الاجتماعات التفاعلي والذي تقدمه هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية كأحد الحلول التقنية للاستخدام في الاجتماعات حرصا من مجلس أمانة العاصمة بالحفاظ على البيئة وهو أحد أبرز اختصاصات المجالس البلدية كما وردت في القانون فإننا ندفع بتطبيق هذا النظام نريد أن نحافظ على البيئة تكدس الكثير من الأوراق والمستندات التي يكون مصيرها في النهاية في صلال المهملات ممكن يؤدي إلى تلوث الهواء ممكن يؤدي تحت رطوبة عالية إلى نمو الحشرات وإلى البعوض ممكن أيضا أن هذه الأوراق تستوعب أو تغطي على الطاقة الاستيعابية لهذه الحاويات تقلل مقدرتها الاستيعابية وأيضا في المعنى العام أنه نريد أن نحافظ على البيئة العامة كما أجمع الأعضاء على الموافقة على مشروع إحياء عين قصاري وإسناد عملية تطويرها إلى القطاع الخاص لاستثماره كمتنزه مائي ترفيهي وإيجاد المزيد من المواقع الترفيهية التي ترتقي إلى طموح المواطن والمقيم توفق مجلس أمانة العاصمة على إعادة إحياء مشروعين قصاري وطرحه للاستثمار الخاص وذلك بهدف الجذب السياحي وإحياء المنتزهات والمعالم التاريخية من جانب آخر توفق أعضاء المجلس على إعادة تصنيف عدد من المواقع والأراضي في أماكن مختلفة من المحافظة بما يتنسب مع خطة المجلس في الارتقاء بمختلف مناطق العاصمة خول للي جرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين